التقد سيلفي أجمل مع تطبيقات اليوم أهلاً في أبتكار خذ سيلفي من بعيد وبطريقة سهلة من خلال تطبيق كامي كل ما عليك فعله بعد فتح التطبيق هو إيجاد مكان لتضع عليه الجهات ثم ارجع للخلف وخذ الوضعية المراد تصويرك بها وجعل يدك مفتوحة الأصابع إلى أن تسمع نغمة صادرة من التطبيق ثم أغلقها ويبدأ العداد التنازل لالتقاط الصورة بشكل آلي المسافة لالتقاط الصورة تتراوح بين 0.5 متر إلى 5 أمتار واحرص عندما تضع هاتفك بعيداً عنك أن يكون المكان آمن لكي لا يسرق وبتطبيق مميزات أخرى مثل القدرة على التقاط ثلاث صور سريعة واستخدام الكاميرا الأمامية أو الخلفية والعمل في وضع أفقي كامي مجاني ومتوفر على iOS فقط يبدو أن أحدهم وجد للسيلفي فائدة جديدة فإيقاف المنبه لم يعد فقط بالضغط على الزر في الشاشة لكن ظهر الطريقة مرحة في تطبيق سنابني أب ليشمل التقاط سيلفي والاعتدال أمام الكاميرا وفتح العينين والتقاط سيلفي صباحي كي يتوقف صوت المنبه يحتوي التطبيق على خاصية التعرف على الوجه التي تمنعك من الغش أو أخذ سيلفي غير واضح تطبيق يحاول أن يجعلك مستيقظة نوعاً ما ولكن يمكنك الاحتيال على التطبيق لأن المطلوب فقط أن يرى وجهك للمرة الأولى عبر إضاءة مناسبة وبعد ذلك يمكنك التقاط ما شئت من الصور التي تحفظ في مجلد خاص لترى حالتك كيف تكون عند الاستيقاث لكن إن وجدت السيلفي طريقة مزعجة يمنحك التطبيق طريقة ثانية لإيقاف التنبيه وهي تقديمك صورة من المعرض بشرط أن تكون مختلفة في كل صباح سنابني أب متوفر على أندرويد فقط هل تريد أن تأخذ سيلفي في فاريس ولا تستطيع السفر إلى هناك؟ وجدنا لك الحال بطريقة مسلية مع سيلفي أب التطبيق ليس لأخذ سيلفي فقط ولكن لتزوير خلفية الصورة في غضون ثواني قليلة كل ما عليك فعله هو تحديد المكان السياحي من الخريطة كبرج إيفل مثلاً طبعاً بشكل وهمي والتقط الصورة سيلفي أب مليء بالخلفيات من مختلف الأماكن ولو سألك أحد عن المكان الذي التقطت أمامه الصورة تستطيع سؤال التطبيق عنه ويجوبك بسرعة فلا تقلق تطبيق يسمح لك أن تتواجد فيها عدة أماكن في نفس الوقت أو على الأقل تجعل الجميع يعتقدون ذلك وهو مجاني ومتوفر على iOS وAndroid الآن نستعرض أراء متابعين عن تطبيقات الحلقة السابقة شكراً لكل من شاركنا رأيه وتجاربه شكراً للمشاركة والمتابعة روابط جميع التطبيقات متوفرة في الوصف أسفل الفيديو في يوتيوب ولا تنسى سبسكرايب هنا وإذا أعجبتك الحلقة لايك وشاركها مع أصدقائك بعد استخدامك للتطبيقات شاركنا رأيك على صفحاتنا ولنصائح وتوصيات جديدة انتظرنا كل أربعة إلى اللقاء شكراً للمشاهدة